السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غالياتي اللي ادخلتوا القناتي يقولكم اهلا وسهلا بكم نورتوني نصلوا سلموا كامل على رسول الله غالياتي وصفتنا لانهار اليوم رائعة قطل ومن اسهل واروع والذ ما يكون طريقة تحضير بزا 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 بسهلة لي ملفين معايا نقولكم مرحبا بكم لدخلتين جدا نقولك نورتيني يا عمري دار دارك ودائما نقولكم اي وحدة ارتاحة الفيديو فيديوهاتي حبت حط لجان اربي يسعدها في الدارين هاد شي فرحني نبدو بسم الله عندي حبة عبيض عندي معها رشة على فاني عني يقولكم قطو السهل وببنين عندي رشة عملح رشة خفيفة فقط ما تنسوش بلي حبة الفرماج فيها الملح عندي كأس الا ربعة ع سكر حبيبات لي هو سكر العادي وعندي حبة عفرماج تقدروا تديروها تقدروا تستغناء عليها تعطي وحد البنة وحد القوام رائح في هاد القاطب رايحة نخلط مليح لبنين هذك السكر باش يذوب لي هكا دايما نقولكم لقاطب لي فيه السكر الحبيبات خلطوه مليح باش يذوب حبيتو تخلطوه بالباطغ تقدروه انا البنة هنا نقعد نخلط حتي يذوب لي هذك السكر مش يتش بزا في الوقت تحسو بلي لون تحت الخالط تبدل يكون صفر يعودي ولي بيض يبيض كذو في السكر و رايحة نضيف عليهم هنا أربع كاس تحليب نورمال ماهو سخون ماهو بارد بدرجة حرارة الغرفة حطيتو البنات اللي خافوا من الحليب فلقاطو نقولكم ولا يهمكم جربوه وعينكم غمضين بلكو تقولو بلي الحليب يرجع لحاجة تقيلة ولا معجنة ولا خذوا راحتكم جربوها عادي عندي كأس ناقص شوية فقط تعزيت نزيد نخلط على ذاك الزيت عندي نقولكم بلي يجربوه البنات وعينيكم غمضين هاد القاطو خلاص تخلطو لي كامل مكونات مليح رايحة نضيف هنا يا قشور تحبة قارس أكيد القارس يعني يعطي بنا رائعة في هاد القاطو لي حب تديرو غير تديرو البنات بس كل قارس يعني يمدلكم واحد لبنا سختو كي يتخلط معا لفاني وعندي كأس ناقص شوية تعميزين تحبو تديرو كأس كامل تقدرو عادي ما من المايزينة البنات لي ما عنداش المايزينة تقدر تدير مباشرة تنغل الفارينة وتنحي المايزينة رايحة نبدأ نجمع بالفارينة عندي الكأس اللوول كي استخاميرت الحلويات زدرت الكأس الثاني ونبدأ نجمع في العجينة اللي خافوا من عاجينة الزيت نقولكم أول حاجة عاجينة الزيت لازم ما تنعجنش ثاني حاجة لازم تخلوها طرية بس كعاجينة الزيت غير خمس سقايق تعاود تنشف هنا ما زال يخصني بزاف الفارينة نيني نشوف فيها باللي خفيفة هاني طميتها خلاص نزيد الكأس الثالث ممد الكأس الثالث رايحة نكمله كامل باقي هنا يخصني شوية الكأس الرابع هاني جبته ما نكثر شوفوا البنت في هاد المرحلة نزيد غير شوية ونحبس ما عليش نخليها تلسق في اليد احسن من اني نيبسها ونحصل فيها هاني تحصلت على عاجينة هايلة شوفوا الكأس الرابع شحال بقالي منه تقدروا هاد العاجينة تفتحوها تطبعوها ديروا بيها اي حاجة ها ما تطلق لها الزيت لول وما تخافواش لبنتها هاذا كسكر يعني ما يبنش كامل فيها ونجوزوا باش نشكلوها بالنسبة للتشكيل بنتها تشكلوها كي ما تحبوا انا رايحا ندير شكل بسيط جدا رايحا ناخد العاجينة بوزن عشرين غرام لي ما حبشت وزنها تديرها قد حبت الجوز تقريبا والجي هنايا ندير لها يعني رسمة خفيفة بالفرشيطة الرسمة يعني مش يتحطوا الفرشيطة غير خفيفة لا لا قسدي يعني ديكور خفيف يعني ما هوش ملبس بزاف ومعنجق يعني ديكور سامبل بالنسبة للفرشيطة كتحطوها هبطم ليحل تحت البنات هكا باش تخلي لكم لطرس تحا انا نكملهم كامل بنفس الطريقة البنات نحطهم في سنيوة دايما نقول لكم بلي نسخن الفرن على 180 درجة من قبل نخلي يسخن لي مليح هكا كي نحط القطو يطيب لي وما نتعطلش فيه ولا هامليك حطيتهم هي تقطع خيرو باركة هاد الوصفة غير بحبابيذ نح ندخلهم يطيبو يتحملوا من تحته وضروري القطو نشعلوه من الفوق يخدنا لون خفيف ولا تقريبا يصفار برك ظال البنت ونطفو عليه عاوليك القطو تعنا بعد ما طاب خذا هذ اللون عريح ندله تزيين بسيط جدا الحلوية الجزائرية والحلوية الجافة بنتهم في المربة تعلمشماش حاجة ما فروغ منها ولي حبت للسق بالشوكولة تقدر بالكارامل ولكن هذيك الحموضية اللي في المربة تعطيه بنا رايح ندير مع الأطراف شوية تع مربة ورايح نديرهم في الكوكا والمحمس ومرحي متوسط بالقشور حبيتوا ديروا مع الأطراف قفرة حبيتوا ديروا شوكولة حبيتوا ما تديروا والو أنا نحب اللي يصاب لي بالكوكا ويجي عندهم حد البنة والا هاكا نزيد معاكم حبة وحدة أخرى البنات وقلت لكم الشكل اللي يعجبكم ديروا أنا اخترت لكم حاجة بسيطة شفتوا حتى مكوينتها بسيطة جدا يعني تقريبا ما درنا لاولو حبيبة تعبيض شوية تعزيد وحنا درناها أنا البنات نكملهم كامل بنفس الطريقة نغلق وحدة معا وحدة وندير لهم الكوكا معا الأطراف ونوريهم لكم إن شاء الله ونجدين قطو يجي بزفة بني الصبر ووقعي لا ما زال حنزيد حبة وحدة أخرى معاليش البنات ونزيد هذه ويخلاص هاد المقطع نرممو هاد المقطع تكرر زوج مرات معاليش خلاص البنات هنا في هاد المرحلة نكملهم كما قلت لكم بنفس الطريقة ونحاود نولي بش نوريهم لكم إن شاء الله هذا هو قطو تعنات عنهار اليوم البنات قطو الساهل بسيط اقتصادي من أرواح ما يكون شوفوا يقطع كمية ما شاء الله غير بحبيبة بيض ستقوني البنات يجي يذوب في الفم يعني عنده وحدة لها شاشة جربوه بنفس الطريقة ليعطيتها لكم ونفس المقادير بش تتحصلوا على قطو رائع أنا نحبو هاد القطو بني في ريحة القارص لما عندكمش معايش تقدروا تستغنوا عليها نقسم لكم حباهاكا بش تشوفوها الداخل كيفاش جيت تأكدوا من هذيك الهاشاشة اللي فيها سوختوا البنات القطو تعزيت كي باتي جبنين على كي ماكي طيب المرة اللولانية نقسمها لكم شوفوا يعني ذوب في الفم يجي من أرواح ما يكونها عنده وحدة لها شاشة رائعة ويجي خفيف 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 أنا أقول لكم غاليتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى من كل قلبي إنكم تجربوها أهم حاجة لبنات جربوها وبرتجوها مع العائلة والأصدقاء على مواقع تواصل الاجتماعي قولي لها هذا القطو من أرواح ما يكون نضي جربه ببرتجوه مع هذيك اللي تحب القطو السهل البسيط غاليتي ما تنسوش بس تحطوا ليجام اشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته غاليتي في فيديو جاي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته